هذه رسالة مني لعلماء السلاطين الذين يطالبون البشر بطاعة ولي الامر ما في طاعة لولي الامر اذا ظلم جلد نظيف الليلة مين هذا ما الشيخ ذا هنا هذا ما الشين ذا هنا الشين والوجيه كله ونا الليلة من النجيمون ان شاء الله يا دعاء يا خطباء اقيفوا مع اهل الحق ولا تخشوا في الله لوم تلائم هل لا مع صاحب الحق كنتم يا رئيس الوزراء يا حكومة دع حديث واضحة ما يقول لك الحديث في الحاكم العادل وزا حكم بالحق وكذا زي عبدالح يوسف ولا طارق السويدان ولا غير هكذا افهم الحضارة الاسلامية لا افهمها بطريقة علماء السلاطين اسمع واطيع طاعة ولي الامر اسمع واطيع طاعة ولي الامر اقول ايها المسلمون هذه المظاهرات قد ابلغت فيها ما يريد الناس ان يبنغوهم من رسالة نازل والله الذي لا الى غيره ناس ما ناز حق لو زول حق كان اتبع النصوص ولو زول دين جد كان بيبدأ بالعقيدة ولو شجاح حق كان بحاربه للشرك اول شيء والله كان دعا للتوحيد انت هاي جو قائم وقاعد ما لك الله يشال حقنا وناز الشرك شاله حق منه شاله حق الله اعظم ياته انت قال هو الله قادر يشيل حقه لكن قال ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم امتحنا بتلبد ولا بتناصر الحق دافع عن الله سبحانه وتعالى قال عن عبد الله اي ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ستكون بعدي اثرة وامور تنكرونها اثرة استئثار بحقوق الغير كما قال الامام النوي رحمه الله في شرعه لصيح مسلم وامور تنكرونها اقع في منكرات الحاكم ده اقع في منكرات لكن ما كفر ظالم لكن ما كفر واجب عليه توب ويرجع الى الحق لكن لو ما رجع انا اخرج عليه شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال ليك شنو قالوا يا رسول الله كيف تأمر من ادرك منا ذلك مش ده كلام واضح يا جماعة كيف تأمر من ادرك منا ذلك لما نلقى حاكم نجد حاكما يستأثر بحقوق الغير ويفعل تلك المنكرات قالوا يا رسول الله كيف تأمر من ادرك منا ذلك قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم وتسألون الله الذي لكم ما قال مرق عليهم في صحابة عديل بيسألوا بيقول له السيف نشيل علينا السيف ننابز بالسيف بيجيك حاديث الليلة واضحة إلا تجروا تاني إلا يشوفوا لهم حاجتاني ما تقبلوا علينا سدين والله ونحن طمعنا ورجاؤنا في الله سبحانه وتعالى طمعنا ورجاؤنا في الله سبحانه وتعالى أن يسمع هذه الكلمات أقوام جهلوا حكم الله فيعرفونه فيرجعون إلى الحق والله اللي قلت شاب الشاب ده الله قوة في جسده قوة جسعني في الكلام ده في الفتحاب قال له الخروج يبتلع قوال أئمة الأربع ولا حاديث هناك اشتلع المسألة بكرة حصل له موقف قدامه قال له والله أنا من الغضب يدي بترجف قوي قال له والله ما شاد دخلت مكتبي بس قعدت ما قدرت أكتبيش قلت طالما حرام والله ما أضاري بزول ولا أخرج طالما حرام وكثير من الناس كذب استغلوا ديل دعاة الباطل وإمة السوء الأئمة المضلون والسياسيون أيضا استغلوا جهل كثير من الناس عاطفة ويقودون للمهلكة كان نعاج والله ونتفرجوا من بعيد أحاديث عديل وقوال السلف والصحابة ومنهم السلف ومنهم صحابة عمر بن خطاب رضي الله عنه ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه منهم أبو ذر الغفار رضي الله عنه منهم أبو بكرة الثقف رضي الله عنه ومنهم أنس ابن مالك رضي الله عنه طيب وهل سلمان رضي الله عنه يا طارق السويدان غير هل مرق الناس مظاهرة هل مرق الناس مظاهرة هل مرقوا النسوان والرجال قالوا نمرقوا ضد النظام وأي زول عنده إنصاف وأي زول دائر الخير لي نفسه ولأولاده ولعرضه والله اسمع الحديث ذا ادخل بيته طوالي شغلك والبيت والمسجد وزيارات وتمشي وتجي وما تشارك في أي مظاهرة والله الذي لا إلى غيره والكلام نقوله تطبيل لحاكم ولا رضا لفلان أو علام من الناس لو الليل الحكومة انقلبت وجوح حكومة تانية مسلمة نحن بنقول مبجوز الخروج ونحن قبل نبدأ أي شيء جايبين كتب ما تتلولوا بعدين انتو كيزان ما كيزان نحن ولا الكيزان برضو بينه هفهم الكلام ده كويس انتو أمنجية نحن ما أمنجية ما أمنجية ولا بندخل في الأمن لكن ما بنحرب الأمن ولم نخرج على الأمن نحن ما أمنجية ولم نحرب الأمن ولم نخرج عليهم ما خوف منهم خوف من الله سبحانه وتعالى الأمرنا ما نخرج عليهم كما سيأتي إن شاء الله في ذكر الأدلة ناسي أغطاء له سفلة ساوين لنا جوطة في البلد والله الذي لا إلى غيره تمرك تشتغل تلقى رجال نسوان بره مولعين لستك والأدهى والأمر أن الكثيرين يتكلمون باسم الدين وحدين باسم العدالة وحدين باسم السلام وهم يشعلون نار الحرب إن شاء الله الكلام يأتي مفصلاً والنازل كلهم إن شاء الله يناغشهم ده الحي يوسف معتز ده واحد كمان مصري ده برضو استلم القضية وده أكبي غادي واحد يعني من الجماعة قاعد لا فينا في الحاج يوسف قاعد عنده منبر ده برضو بنجيو إن شاء الله في وقته ده غير بتاع أقسمها برضو جايب الليو الرد إن شاء الله بتاع التكسيم ده برضو بتاع أنصار السنة لخبة شديدة جداً ناس هاجوا ماجوا وجبن عجيب ما لقينا عبد الحي يوسف ده يصادم أهل الشرك بل ما شاء ليه ناس وده الليو بيض عبد الحي يوسف قال لهم جينا نتعلم منكم الدين للخليفة وشال مع الفاتحة خدت خدت قال شال مع الفاتحة وقال جينا نتعلم منكم الدين وجاي بي جاي طالب بالعدل أعظم عدل التوحيد أعظم عدل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز قبل ما الطالب بالعدل مع الناس طالب بالعدل بإعطاء الحق لصاحب الحق لله سبحانه وتعالى ونحن نرجو بهذا الرد نرجو أولاً الأجر من الله سبحانه وتعالى ثانياً نرجو تبصير الجاهل والأعمى لأنه يغشوا الناس يا أخي أم يا أخي مسلمة وأم ضعيفة أخرجوا النسوان النسوان جلدون بعد ذلك يستخدموا العواطف جلدوا النسوان جلدهم من بيوتهم ولا مرقاً مرة نحن كل المسائل جاينا ناغشة قل لك الحاكم مشل الصوفية أنتو رأيكم شنو؟ جايينك عديل ولا لافين دارين مناظرة معانا سدين جايينك عديل إتو يا ناس بتتكلموا من جانب واحد أنتو ما منصفين جايينك عديل أنت بس شي تحيي لك واسمع الكلام دي وينولوا لآخروا ما بطنك تطم تشوف شكلنا كذي تمرك طوال تبتمرك ليه؟ أنت بتمرك تحرك اللساتك ما قادر تصبر تتحملنا وأنا العمّة ما اللي بيستاهل لأنه في عطالة دار رد عليهم ما بيستاهلوا ذاتوا يقابلون بعمّة والله حلقت الليلة صلاحة كنت دار أداء زي السمسم وجي سائل لكننا زي الهاجو في العربية قالوا للا ألبس المهم حاجات كذي لكن كنت دار أجيهم بصلاحة دي تلمع شفتها ديها زي السمسم شانت شوفني كويس لما تقابلنين أنا ما خايفين منك أفهمها الكلام دي ونحن الدين اللي بنعتقده بنقوله هنا ما بنطفش لي ماليزيا مارقون هنا ومرق في ماليزيا والله الذي لا إلى غيره واحد برّ البلد برضو شغالي كوري هذا واحد برضو بتاهم هنا هيجوا الجماعة وإلى آخرين هوك الشعب بدأ عنده الرسالة يحاك محكم بعدالة وين ته لن نعرف الحاصل شون بتاهم الراب خلوا الصع لك خش في البدع والله يصلوا لا تتبعوا خطوات الشيطان من معصية خشوها في البدع أديم طيب ونحن إن شاء الله قبل نذكر الأديم اللي جبنا الكتب الستة البخاري المسلم سنن أبي داود الترمذي ابن ماجا سنن النساء وجبنا غير الكتب الستة كسنن الدارمي والسيسي للصحيحة للألباني كل الكتب دي فيها تحريم الخروج هادي الكل هم كيزان برضو البخاري كوز برضو دا لما ولدو لما مات حسن البن شيخ الإخوان المسلمين ما كان مولود ذاته مزلم برضو إمام مزلم برضو أخو مزلم سنن النساء النساء الإمام النساء برضو أخو مزلم قالوا عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه يقول دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أم بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وعسرنا ويسرنا ولك الضايقنا واحد جايبينه برضو قال حصله قال الزول بيموت إن قاعد في بيته بيموت بالجوع شوه الكذب دا وإن مرك بره بيموت يأوبا الشغل دا الرشاشات وكذا أخير يمره كبره يموت بره الكلام دا جماعة ما كذب الزول إن قاعد في بيته بيموت من الجوع كذا خلي الحكومة دي الحكومات الجات في البلد دي كل لا أسألوا التاريخ كله بتاع البلد فتشوه وأسألوا ناس التاريخ ورون سوداني واحد بس واحد بس ربط حجر خليمات من الجوع ربط حجر بس من الجوع يا ناس الكذب خلوه اللف والدوران طيب قال أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرت علينا استئثار بالحقوق ظلم حاكم يكون ظالم وشي الحقك قال وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان قال فالخروج على الحاكم يعني ناس أبدقن ها الحاكم ده لو زاد الباصطة الكيلو بقاو بكذا وكذا ما بتمرقه برضو زاد الباصطة كان شاء لمر واحد قعدنا بقى نبقين زي الصوفي أنا أكل قرد ما بنمرق برضو الرسول قال ما تمرقه وكان قال أمرقه ما خائبين زيكم نحن نحن ما خائبين زيكم كان قال أمرقه بنمرق عديل ما بنمرقه في ماليزيا بنمرقه كذي على شرع النيل فما الحاصل أصلوا أم نمرق ماليزيا نمرق عديل لكن الرسول قال ما تمرقه صلى الله عليه وسلم كتاب شرح السنة للبربهاري رحمه الله تعالى ده توفي سنة تلتمية تزع وعشرين هجرية تلتمية تزع وعشرين هجرية يعني قبل ألف ومئة سنة يعني ما كوز ده يا ذنون ده ما كوز بربهاري ده برضو كوز البربهاري رحمه الله تعالى صفحة مية خمسة وتلاتين في شرح السنة قال ومن خرج عن إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي قد شق عصى المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلية ده الإمام البربهاري رحمه الله تعالى الناس يا جماعة لما تجي فوضى في البلد تجي فتنة ما يتابع أي زل أي زل عنده حنجرة ولا عنده صوت ولا بدغدق عواطف الناس ولا كذا ولا كذا ولا الناس بيحضروا لكثير خلاسي اتبعوه الله قال سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم هفهم الكلام ما يخش شوق بي ركس سايح حرية حرية وصفقة وبنات بر البلد شغالات كذي سورة قولوا معاي سورة لقيت في مقطع قولوا معاي سورة شغالين كذي زي ما كانت الخياطة شغالين وحدين جوا برضو يسرخوا وحدين كذا وكذا مظاهرات فيها نساء فيها نساء دادين في السلسلة الصحيحة للألباني أن أم كبشة رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ائذن لي في الجهاد معك جهاد عديل مع الرسول عليه الصلاة والسلام قالت لا أنا ما أرجع معك ائذن لي في الجهاد ائذن لي قال لا قالت يا رسول الله أداوي الجرحا وأسقي العطشا أنا ما بشي السيف بس ماشي مع المجاهدين بداوي الجرحا وبسقي شنو العرشا قال لا وأسقي العطشا قال لا ارجي اجلسي قال لا اجلسي لألا يقال محمد كان يغزو أو غزى بامرأة شاما يقولوا جاهد بالنساء مرق بالنساء دي لسي ولا جهاد باطل ذاته خروج وما رقين معاهم النسوان ورح وصفقوا لهم وجيبوا مقطع ولدين وشا يليم ومعاهم بيت قدام الحكومة يخدتوا شنو صباره ويشربوا منها يعني ده امتصار خلاس شربتوا موية قدام الحكومة واحد رافع اللي بتقال لك في كتفه وها نجح التب دي ابوه وين دي امه وين دي اهله وين والله الذي لا الى غيره تبرج وكما واحدين معتصمين قالوا دا يريل رحمة دا كاتر يا اخي يقولوا الحاكم جوه عن ناس والحاكم ادىنا وجور زهيدة وهنا يعتصموا يخلوا الشغل انتو شغالين شنو انتو بتصلحوا عربات بتتحمل تخلوها يومين ثلاثة قاعدة ساي انتو بتعالجوا في بشر عيانين دا انتقام من البشر المرضى دي الظريبة كنا في سنار سمعنا قالوا في مظاهرة في منطقة من المناطق في اعتصام قالوا العيانين مرقوا بدي ربات ساوين مظاهرة البلد دي نجحت عليك الله والله الذي لا الى غير دي العيانين ما قادرين يقعدوا برضو مرقوا نسوى الله الحافظ هو استخل على الأمة دي والله الذي لا الى غير هانا اكتر شي حارقني انو الواحد بتدي الحديث والآية بعين لك كذف انها بقول لك هوي كلام كنتو ما ينفع معنا قبل قلت لك اندار تكفر اكفر حديل قول الرسول كلامه ما ينفع معنا صلى الله عليه وسلم هوعك تلخبت هوعك ده ابن عبدالبر صاحب كتاب التمهيد ابو عمر صاحب كتاب التمهيد الذي شرح فيه موطى الامام شنو مالك رحمه الله تعالى قال والكلام ذا تلقى في التمهيد في الجزء ثلاثة وعشرين صفحة متين تمانية وسبعين لصفحة متين واحيو تمانين قال وَأَمَّا أَهْلُ الْحَقِّ وَهُمْ أَهْلُ السُنَّةِ فَقَالُوا هَذَا هُوَ الْإِخْتِيَارُ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ فَاضِلًا عَدْلًا مُحْسِنًا ده كذي قال فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كان بيها الحاكم ما عادل ولا محسن ولا فاضل قال فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالصَّبْرُ ده ابن عبد البر وهو أبو عمر رحمه الله تعالى قال فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالصَّبْرُ عَلَى طَاعَةِ الجائرين الجائر ده العادل ولا الظالم الظالم صح ولا ما صح طيب قال فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالصَّبْرُ عَلَى طَاعَةِ الجائرين من الأئمة أولى من الخروج عليه وده رد عليه طارق السويدان ورد عليه عبد الحي يوسف ورد عليه محمد الأمي إسماعيل ذلك الرجل الضخم الصوت الضخم البنية ولا نحسده على ذلك لأنه لا يحسد وليس في مكان يحسد عليه بل في مكان يتأسف له عليه ويحزن عليه بسببه زولي آخي الله مدي منبر ومدي مكان بين الناس ومدي بلاغة ومدي صوت بل يدافع عن الله سبحانه وتعالى وبذل يدافع عن الشريعة يتبع أهواء المضلين وأهواء العامة ويخالف شرع الله تعالى يصف الحكام بإنه شجر الغرقة ويهيج اللي يهيج في الناس وهؤلاء ووك الأخرين طالله ما الطغيان يهدموا ويكورك ومرات بيبكي الغريبة بيبكي عديل عمك ده وأنا داري عارف أن صار السنة رايقون شنو هذا رايقون شنو عمك ده نايب رئيس الجماعة ده النايب عديل نايب ده عضة وحر ده النايب زاته أنت رايقون شنو وده من أئمة المالكية ده المذهب المالكي ده شارح كتاب الموطأ نشوف المذهب البعد المذهب الحنفي الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة الطحاوية ده المذاهب الأربعة الليلة ده النجيبة قال صفحة تلتمية سبعة وثمانين ولا نرى الخروج على إمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا جاروا يعني شنو ظلموا بتجى أدل على الكلام هل العلماء برضى الظلم للأمة وهل النبي عليه الصلاة والسلام برضى الظلم ما برضى لكن لأنه في ظلم أكبر لو ما رأيت الأحكام دي في ظلم أكبر بترتب وبيقع عليك وما بتقدر تتحمله انت ترى ومتمشي السوق وبتجي ومتضايق وفي غلة والله بيفتح عليك توب لي ربك توب فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم شنو مدرارا ويمددكم بأموال تاني في مشكلة اقتصادية وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا لكن تتوب كيف قال وإن جاروا ولا ندعو عليهم ما ندعى للحاكم قال وَلَا نَنْزِعُ يَدًا مِنْ طَاعَتِهِمْ وَنَرَى طَاعَتَهُمْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرِيْضًا بتجي الأدلة على ذلك إن شاء الله تعالى قال ما لم يأمروا بمعصية كان أمروا بمعصية ومنطيعوا في المعصي ولو جلدون ولو عزبون لكن ما من نخرج عليهم نهيج الناس عليهم قال وَنَدْعُوا لَهُمْ بِالصَّلَاحِ وَالْمُعَافَاءِ نقول يا الله أصلح أمرنا وعافهم ووفقهم لطاعتك ولتطبيق شرعك وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دا المذهب الحنفي أتباع أو الذين هم على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى المذهب الشافعي نذكر مثالا لذلك الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله وهو من أئمة الشافعية برضو عند بلوغ المرام برضو من أئمة الشافعية الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصيح مسلم المنهاج شرح صيح مسلم من حجاج نقل الإجماع على عدم الخروج على الحاكم المسلم في كتاب رياض الصالحين ذكر الأدلة على السمع والطاعة دا ابن حجر العسقلاني رحمه الله دا بلوغ المرام دا شافعي الصفحة متين تلاتة واربعين من بلوغ المرام قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية رواه أو أخرجه مسلم الإمام أحمد عنده كتاب اسمه أصول السنة للإمام أحمد أيوا وهذا شرح أصول السنة لشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حافظه الله تعالى نحن نجيب كلاما لإمام أحمد أول شيء خلي كلاما لشارح نجيب كلام المؤلف وهو الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال والسمع والطاعة الصفحة سبعة وخمسين قال والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر يعني الحاكم لو كان بر تسمعوا تطيع ليه ولو كان شنو فاجر تسمعوا دا لإمام أحمد ها برضو ذيل باعوا القضية دا برضو خش في السيازة ذيل بتتبعوا لهذه اللي لما بتجي كسي لهذه اللي بعى شوية ليه نطيع الفاجر نطيعه في غير المعصية طيب لو أمرنا بفجور ما بنطيعه طيب نخرج عليه لما نخرج ليه لأنه من تخرج بتجي مفسد أكبر أفهم يا أمة أفهم في صيح مسلم وفي غيره من رواية أبي هريرة رضي الله عنه ومشهور قال النبي صلى الله عليه وسلم نرى إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم وفي لفظ يسخط لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تطيعوا من ولاه الله أمركم ويكره وفي الرواية الثاني أنصح والنصيح فيما بينك وبينه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في السنة لابن أبي عاصم كما ذكرناه آنفا من كانت له نصيحة الذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده وليخل به فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه ويكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرت السؤال وإضاعة المال دي خمسة وعشرون حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن التقي بيكفيه خمسة بل بيكفيه شنو واحد بس واحد الرسول قال لك ما تمرك صلى الله عليه وسلم وقال لك وشرار وإمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم تلعنونهم ويلعنونكم قالوا يا رسول الله عوف بن مالك أفلا ننابزهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة مساجد مفتوحة والصلاة شغالة وإن ظلم وإن جار ودي أقوى لا إما جمع ودي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وده ما ذهب السلف والناس اللي بيمرقوا على الحكام في المنابر وهيجوا الناس زي محمد الأمين إسماعيل وزي آدم إبراهيم الشيخ الشين 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 وزي محمد علي الجزولي محمد علي الجزولي وزي نازنون ديلك البكورك من بر وزي ديلك كلهم قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله والقعدية والناس اللي بيقول لك سلمية سلمية داك بيغني قال سلمية سلمية والناس في السجون مرمية يا ود والله الناس اللي تفسحوا فسحة في البلد دي ابن حجر العسقلاني رحمه الله قال والقعدية قوم من الخوارج دا صنف منهم يزينون الخروج ولا يرونه ما بشيلوا السيف لكن بهيجوا الناس بالخروج وفعلوا وكذا وهؤلاء يفعلوا وقال لنا هذه شجاعة والشباب ما يختروا والشباب ما يضيعوا ورى النازل ودوى الله الذي لا إلى غيره دا مصير مظلم لمن يموت في هذه المظاهرات ولمن يخرج فيها والله يا معد دا كلام مخيف جدا رسول يقول لك ميتة جاهلية ويقول لك لست منه ويقول لك كذا وكذا ويت تركب راس وتمشي والكلام دا ما بقى عليه كسي لأن الغضب والضيق والكبتل في نفسك اللي تشايفه كبت في نفسك والله الذي لا إلى غيره والجوع والتعب اللي تشايفه في نفسك والغلاء تتذكر أشياء واحد إنه مشاكل في البيت وغيرة 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 امرك بس مضايق ذهجان من الحياة يقول لك أنا ماشي بس بموت بس قدام وديلغوا الشو ينفخوه وأولاء والشهداء وكم مات شهيد وحرية وعدل سلام وصفقة وتررم تررم وأشياء وتمرك مما يجيك ملك الموت بعد ذلك تشوف الحاصل بعد ذلك تذكر الخمسة وعشرين حديث وغيرة من الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم شأن كذي الإنسان يراجع نفسه يقعد في الواطدي يدعو الله تعالى يصلح البلد ويدعو الله يصلح ولاة الأمر والإنسان يرجع إلى الله جل وعلا ويستغفر ربه سبحانه وتعالى والعاقل من اتعظى بغيره والله الذي لا إلى غيره وما إن جرور الناس ذيل ما تسمع لهم غانيون البسواء كل يومين ثلاثة أي مماه وغيره من الناس تاين الغنديل وكذا وكذا ما تسمع لهم ما تملى صدرك داد غان تموت به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يا أخي صحابة لمن قتل عثمان من الجوز ترجم لهم قال ما خرجوا من بيوتهم إلى أن حملوا جنائز يا أخي سعد بن أبي وقاص أمن جاءت الفتن رضي الله عنه في صيح مسلم ما شهناك بر المدينة أمن ذكروا لي الفتن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد الغنية العبد التقي الغنية الخفي فر بنفسك من الفتن واصبر على الأذى حتى يستريح بر كما قال الإمام أحمد أو يستراح من شنو من فاجر نسأل الله يصلح أئمة المسلمين ويتوب علينا وعليهم قال بعض الناس يصف من أمر بالسمع والطاعة أنه يتبع التيار المدخلي المدخلي الشيخ محمد بن هادي المدخلي والشيخ ربيع ابن هادي المدخلي والشيخ زيد ابن محمد بن هادي المدخلي اسمه قريب من الإسم الله ولكنه أكبر منه وغير هؤلاء من العلماء ودهي ما عدا من شغل غناة الجزيرة تلك الغناء غناة الخنزيرة غناة الفتن والله الذي لا إله غير تحارب منهج الرسول صلى الله عليه وسلم الناس بتاعهم فتن يا أخ مظاهرة تلقاها في الشارع قذر كذب جيبوها قذر جيبوا لك البلد كلها قلبت والله الذي لا إله غير تأمرك الصباح بركشتك ما تلاقيك عشوشة يطلع لك البلد كله وكذا جايبين برنامج كامل خشوا اليوتيوب برنامج كامل يحاربوا في المنهج السلفي يقولوا منهج الجامية ومنهج المداخلة ابتروا في الكلمات ولخبتوا ولغوثوا والله الذي لا إله غيره ده ما منهج محمد بن هذه المدخل ولا ربيع بن هذه المدخل علماء أجل لا نحسبهم والله حسيم ولا الشيق محمد أمان الجام ولا غيرهم من المشايخ والعلماء ده ما منهج جابهن ده ما منهج الرسول عليه الصلاة والسلام والآن دي سمعت خمسة وعشرين حديث من النبي عليه الصلاة والسلام ما بجوز الخروج قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام ما قالوا ذي دي عادة أهل الباطل قديما وحديثا دائما بس يشاعات بس ولا عشان يبطلوا الحق يقوموا يعلقوا فيه شخص والشخص يبغضوا الناس من فيه ترجمة نانسي قنقر